رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة إلى سعود حافظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثة في قصر اليمامة في مدينة الرياض وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين عدد من رؤساء العالم وكذلك نتائج استقباله لرئيس لجنة الفرعية لشراكات خلف شمال الأطلسي ورئيس المجلس الباباوي للحوار بين أتباع الأديان في دولة الفاتكان وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابل وأوضح معالي وزر الثقافة والإعلامة الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة النباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأختاثة ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن تدشين خادم الحرمين الشريفين رعاه الله يوم السبت القادم والجدية الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة يجسد تطلعات المملكة وسعيها الدؤوب لتطوير المشروعات العملاقة التي حددتها رؤية المملكة عشرين ثلاثين ونوها مجلس الوزراء بالنتائج الإجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية والتي أظهرت إنجازات متميزة ونجاحات متوالية أفدت دكتور العواد أن مجلس الوزراء طلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جسده وقد انتهى المجلس إلى ميلي